ترجمة نانسي قنقر في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وتنفيذ الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول عام 2035 إلى جانب زيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف بحلول العام 2035 وأوضح الوزير بأن اقتصاد الحياد الصفري المستقبلي يعتمد على دفع البشرية إلى آفاق جديدة بشكل كلي يضمن قدرة جميع الناس على المشاركة فيه كمنتجين ومستهلكين مشيرا إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير السياسات والتشريعات التي تنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها وتساهم في تطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد وتخفف من آثار التغيرات المناخية العالمية المتسارعة ترجمة نانسي قنقر